أماماً بمناسبة تشيلسي والمشاركات في كاس العالم الأندية يمكن موقع جديد الوطن منذ قليل كشف عن اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر أعلنت عن القيمة النهائية للأنديية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في العالم 2021 أفضل نادي في العالم 2021 تواجد النادي الأهلي ممثلاً عن أفريقيا هو النادي العربي الوحيد مع الهلال السعودي يعني الهلال السعودي بطل آسيا موجود والأهلي بطل أفريقيا موجود ضمت القائمة النهائية الأهلي بجانب الهلال السعودي فضلاً عن بطل دوري أبطال أوروبا تشيلسي الإنجليزي كذلك منشستر سيت الإنجليزي أتلتكو مادريد الأسباني فلمينجو البرازيلي واللجنة المنظمة لهذه الجائزة العالمية الكبيرة كانت كشفت في 25 نوفمبر الماضي القائمة الأولية للأنديية المرشحة للأفضل في العالم تواجد الأهلي مع عدد كبير من الأنديية العالمية الكبيرة وبيقول موقع الوطن في تقريره أن الأهلي كان نجح خلال 2021 في الفوز ببرونزيت كأس العالم للأنديية في فبراير قبل أن يحصل على كأس الصبر الأفريقي في مايو وبعد أقل من شهرين توجب لقب دوري الأبطال على حساب كايزر إتشيفز إذن الأهلي ينافس تشيلسي على جائزة الأفضل في العالم يعني مش هينسحب لا ينسحب برضو منهج يا جماعة لا ليسطر تاريخا يعترفوا به حتى لو قلنا أن دي مسابقات بتتعمل من هيئات خاصة أو من هيئات عامة لكنه يجذب انتباه العالم رسميا وشخصيا وفي العام وفي الخاصة أعرف